اشتركوا في القناة تمس سيادتها بعد التقرير الأمريكي المجافي للحقيقة من وكالة الاستخبارات الأمريكية السعودية بيت العرب الكبير المساس بها غير مقبول والافتراءات عليها مرفوضة شعارات نادى بها المشاركون في منتدى صحيفة البلاد البحرينية بمشاركة خليجية وعربية واسعة من قبل قامات صحفية ومسؤولين إعلاميين وقيادات المجتمع المدني وذلك للتأكيد على رفض كل الإساءات والحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية بعد التقرير الأمريكي المجافي للحقيقة من وكالة الاستخبارات الأمريكية بحسب ما أكدت الصحيفة مملكة البحرين كعادتها دائما سباقة في الكثير من المبادرات والأفكار وهذه المبادرة اليوم انطلقت من البحرين وحظيت بدعم ومساندة وتجاوب هذا الكم الهائل من الكتاب والمفكرين ورؤسات حرير الصحف ومكونات الصفوف الأمامية في مؤسسات المجتمع المدني والسياسيين وأكاديميين وكتاب وغيرهم ليشاركوا في إيصال ورفع ودعم مواقفنا لمساندة شقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية التي هي بيت العرب الكبير بالفعل هي في قلب العرب جميعا وبالأخص بالنسبة لنا نحن الخليجيون هي بلدنا هي عمقنا هي داخل قلوبنا ونحن جميعا كما ذكر المتحدثون على أتم الاستعداد ونعتبر السعودية وقياداتها وأرضها وشعبها خط أحمر سنقف دائما إلى جانبهم للدفاع عنهم والدفاع عن قضاياهم وللتصدي لأي محاولة للمساسبهم المنتدى تناول العديد من المحاور من أبرزها تقييم العلاقات الخليجية الأمريكية والسعودية الأمريكية تحديدا إضافة إلى دعم موقف الرياض لالتزامها بتنفيذ القانون بشفافية ونزاهة ودور المؤسسات الأهلية في دعم الموقف العربي السعودي حيث شهد المنتدى تفاعلا كبيرا من مختلف الجهات ووجهات النظر التقرير اللي صدر من خارجين الأمريكية على موضوع مقتل جمال خاشغجي لم يأت بجديد وكله هو مبني على ظنون واتهامات بلا أدلة وعندما نرى هذا التقرير ونترجمه نرى ما في أي نوع من الأدلة الواضحة لدين الخارجية الأمريكية أو من المخابرات الأمريكية لذلك نعتبر هذا التقرير ابتزاز سياسي رخيص تمارس الخارجية الأمريكية في هذا الوقت ضد المملكة العربية السعودية هذا التقرير لا يخدم العلاقات الخليجية بشكل عام مع أمريكا أو العلاقات السعودية بالأخص مع أمريكا نحن بادرنا في إطلاق هذا المنتدى هذا المنتدى هو رسالة إعلامية صحفية تصل للكل وخاصة للجهات في أمريكا أن ترى هناك رفض إعلامي صحفي وشعبي لهذا الابتزاز السياسي الذي تكلمنا عنه أو من هذا التقرير الذي لا يمت للحقيقة في صلة حرص كبير أبداه المشاركون في الدفاع عن بيت العرب الكبير في مواجهة الحملات المغرضة التي تلت التقرير الأمريكي والتي لم تستند إلى أدلة منطقية وحقيقية وهو ما دفع بالمشاركين للتأكيد على صلابة الموقف العربي في رفض مثل هذه الادعاءات للسعودية وجميع الدول العربية رسالة صحفية واضحة فحواها بأن لا مساس بالمملكة العربية السعودية وأن جميع الادعاءات مرفوضة هذه الرسالة صاغتها نخب فكرية وصحفية مرموقة شاركت في هذا المنتدى من مختلف الدول العربية من مقر صحيفة البلاد يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين